فيلمنا بيبدأ مع الزابط بول سنة 1999 في ضر رعاية وهو بيتفرج على فيلم توبهات وبيعايت وبيحكي لزميلته ان الفيلم فكره بحاجات حصلت في حياته سنة 1935 لما كان شغال زابط في سجن قولدن مونتين وبيقول لها انه كان المسؤول عن عنبر المحكوم عليهم بالأداء وهو كان بيشرف على كل عمليات الاعدام اللي بتتم وان العنبر ده كان مشهور باسم الميلي الاغضر لان ارضية العنبر كانت باللون الاغضر وبترجع الاحداث لسنة 1935 والزابط بول لسه شاب ومعاه المساعدين بتوعه دين وهاري والزابط بيرسي اللي بيتصف بالعنف مع المساجين وكانوا بيستقبلوا اضخم ساجين وهو جون كوفي وبيدخلوه الزنزانة وبيرجع بول مكتبه يقرأ ملف جون واللي كان مكتوب فيه ان في يوم بتختفي الطفلتين كيتي وكورة من البيت وابوهم كلاوس بيدور عليهم وبيلاقي اثار دم على عتبة البيت فبيتصل بالشرطة وبيبدأوا يبحثوا عنهم مع كل اهل المدينة لحد ما بيتفاجئوا بالطفلتين ميتين على رجل جون كوفي وهو بيعيط وبيقول انه مقدرش يساعدهم وبيتم القبض عليه بتهمة اختصاب وقتل الطفلتين وبيقدم بول تقرير عن المساجين لهال مورس رئيسه في السجن اللي بيكون تعبان بسبب ان مراته ميليندا بتعاني من نوبات صرح شديد وبيوصيه على الزابط التنح بيرسي لانه قريب حاكم الولاية وانه مش نقص مشاكل مع الحاكم وانه احتمال يمشي قريب بسبب انه جات له وظيفة ادارية في مستشفى خاصة بمرتب كويس وبيسلمه خطاب اعدام مسجون عنده اسمه بيترباك وفي مرة وهم في المكتب بيشوفوا فار داخل السجن وبيتفرجوا عليه لحد ما بيدخل غرفة حجز مفرادي مليانة حاجات وبيطلعوا كل الحاجات اللي في الغرفة علشان يلاقوا الفار لكنهم ما بيلاقوش حاجة وبيظهر تاني يوم قدام بيرسي اللي بيحاول يجري وراه علشان يموته لكن الفار بيهرب منه وبيفتح قوضة الحجز المكركبة تاني وبيطلع كل الحاجات اللي في القوضة علشان يمسك الفار لكنه ما بيلاقوش وبيأمره الزابط بول انه يرجح كل الحاجات مرة تانية مكانا وبيمشي بول علشان يروح يعمل اجراءات اعدام مسجون وكان من اجراءات كرس الاعدام انهم بيعملوا بروفة على السجين علشان يتأجدوا ان كل الاجراءات سليم وبيحضر بيرسي البروفة وبيعرف طريق التشغيل الكرسي الكهربائي من الزابط فانها وبيسألوا ليه بنحط سفينجا مبلولة فبيقولوا انها بتوصل الكهرباء بسرعة للمخ علشان السجين يموت بسرعة من غير ما يتعذب كتير وبعدها بيحضروا غرفة الاعدام علشان عملية اعدام مسجون اللي بتتم الساعة 10 الصبح وبعدها بيودعوا بيرسي بطريقة مهينة وده اللي اضايق الزابط بول وقالوا ان الوظيفة الادارية مستنياك ما تمشي من السجن فقالوا بيرسي موافق بس اتخليني انفذ عملية اعدام بروتر وانمشي فسابوا بول ورجع مكتبه بعد كده بيلف بول على المساجين فبيلاقي المسجون دايل بيلعب مع الفار وسماه مستر جينجلز وبيستدعي رئيسه هال مورس وبيقوله ان فيه مسجون جديد جاي وان مشاكله كتير وانه مقبوض عليه فصاته مسلح وقتل ثلاثة بينهم امرأة حاملوا ابنها وبينصحوا بالحذر منه وبالليل وهو نايم بيجيله الم شديد فبيخرج بسرعة من القوضة علشان مراته ما تحسش به وتاني يوم بيقولها تحجز له عنده الدكتور لان الالم بقى جديد ومش قادر يستحمله وبعدها بيروحوا السجن علشان يستقبل وليام المسجون الجديد اللي بمجرد دخوله السجن بيضرب كل اللي حواليه لحد ما بروتل بييجي من وراه ويضربه على رأسه ويرموه في الزنزان وبيروحوا كلهم علشان عندهم اجتماع لكن بول بيتأخر عنهم بسبب الالم اللي عنده فبيشوفوا جون كوفي وبيندهله ويقوله يقرب منه وفجأة جون يسده عليه ويحط يده مكان الالم لحد ما الالم بيختفي من جسم بول ويقوله انا كده ساعدتك وبيرجع بول لمراته وهو فرحان جدا ان الالم خف وتاني يوم بيرجع السجن ويقدم لجون اكله واشكوره على اللي عمله معه وبتستمر مشاكل وليام لحد ما بيكرروا يرموه في قوضة الحجز الانفراضي وانهم هيقدبوا بطريقته وبيجي معاد اعدام دايل وبيدخل بول وبروتر يطمنوه ان الفار مستر جينجل هيفضل مع حد فيه وهم بيتكلموا بيسيب الفار فبيجري فبيدوس عليه الزابط بيرسي بجسمته فبينهار دايل بسبب موت الفار بتاعه ولكن جون بيمسكه ويحطه في ايده وبيرجع الفار لطبيعته وبياخدوا بيرسي القوضة ويضربوه يقولوله ان دي اخر عملية اعدام لك وبعدها تمشي من السجن تروح اي مكان تاني وبيتفقوا معاه على كده وبيكون بيرسي هو المشرف على وضع السفينجة المبلولة على الراس السجين علشان يموت بسرعة ولكنه بيخلي السفينجة ناشفة ويحطه على الراس المسجون وبيتم عملية الاعدام باسوأ طريقة ممكن وبيعرف كل طاقم السجن ان بيرسي كان قصد انه يعذبه فبيفقد بروتر اعصابه وبينزل ضرب في بيرسي لحد ما مدير السجن بيجي ويتدخل ويسأل عن اللي حصل وبيعرف ان بيرسي السبق ولكن بسبب علاقته مع حاكم الولاية ما بيعملوش حاجة تاني يوم بول ومراته بيزوروا ميليندا مرات هال علشان يتطمنوا عليها لان حالتها بتزوء وبيعمل اجتماع عنده في البيت بيجمع فيه كل زباط السجن معادة بيرسي وبيقولهم انه قرر يخرج جونكوفي من السجن ويوديه لميليندا علشان يحاول يساعدها بطريقته وبيبدأوا في تنفيذ الخطة بانهم يحطوا منوم في عصير ويدوه لويليام ويكتفوا بيرسي ويحطوه في قط الحجز ويخرجوا جونكوفي من السجن ويروحوا بيت هال اللي بيخرجولهم بالبندقية فبول بيقوله انه ممكن يساعد ميليندا مراته فبيسبوه يطلع لها وبيقرب منها وبيقدر جون انه يشفيها بطريقته بعدها بياخدوا جون ويرجعوا السجن ويفتحوا الزنزانة على بيرسي ويقولوله ان جاي الوقت خلاص اللي تسيف فيه السجن وبيخرج بيرسي من الزنزانة لكن جون بيمسكه وبينقوله مرض بيخليه مش مدرك لأفعاله فمشي لحد زنزانة ويليام وضرب ويليام بكل الرصاص اللي في المسد فجون قال لبول انه عاقب اللي اتنين ببعض لانه شاف اللي عامل ويليام وقال له هات ايدك وريك ومسك ايد بول وقدر يخليه يشوف اللحظة كان ويليام صاحب كلاوس والد البنتين اللي ماته وانه هو اللي اختصبهم وقتلهم وانه جون كان بيحاول يشفيهم زي الفار ومليندا لكنه مقدرش وبيتم التحقيق في قتل ويليام بس بيرسي بيكون فقط عقله ويروح مستشفى الامراض العقلية وقتها الزابط بول اتأكد انه جون بريء وعرض عليه هربه من السجن لكن جون رفض وقال له انه تعب من الوحدة ونظرة الناس لي وانه عايز يموت فسأله بول لو كان لي اي طلب يقدر يحققه قبل ما يتم اعدامه فقال له انا نفسي اتفرج على فيلم سينما فبيشغله فيلم توبهات ويتفرجوا عليه كله بعدها بيجي معاد اعدام جون وهو على كرسي الاعدام بيطلب منهم ما يغطس وشه لانه بيخاف من الظلم وبتتم عملية الاعدام وبتكون دي نهاية القصة اللي بيحكيها بول لصديقته في دار الرعاية وانه جون هو السبب اللي خلاه يعيش كل الفترة دي هو والفار مستر جينجل ودي نهاية فيلمنا اتمنى يكون عجبكم